طيب أنا هعمل وصف برضو لأصدقائنا عشان في حد من الأصدقائنا طالبها غالينا علينا هنعمل لهم الهوت شاكلت هنعمل الأمريكي اللي هو الخفيف القوام بتاعه خفيف اللي هو منشربه ميبقاش فيه تقل الصحلب كده فيه قوام بين الاتنين عشان فيه واحد تاني إيطالي بيبقى تقيل شوية طيب بسم الله تعالي نقول المقادير ونشتغله مع بعض هو برضو من المشروبات المحببة جدا للأولاد والكبار والصغيرين هنعمله برضو بحاجات موجودة في البيت ونديله تسطو طعم حلوه هي دي حاجته صح؟ طيب والسكر البني والطيب أنا هاخدها هنا بسم الله طيب يا نور عين والله أنا هجمل كمان بدول خليهم جمبي أنا محطتش عن الجمل في الككل تانية عشان اللي أعزين بيها ماشي عشان بس إيه اللي قالوا لي مش عايزين مكسرات طيب أنا راديت كل الأطراف اللي أحدة فيها وواحدة ما فيه ماشي طيب هناخد الفاناليا خلي ده مفاجأة خلي مش هقول دي وقت هنا يلا بيه السكر البني لو موجود تمام ما فيش آآآآ سكر بني ممكن نحط من السكر الأبيض عليه آآآ ممكن نستخدم دبس التمر على فكرة روعة معلقة صغيرة أو نص معلقة دبس التمر دا ليستخدمات رائعة مش بس في الحل وكمان في الحادق يعني دريسينج سلطات وتدبيلات وحاجات بيبقى سويتا نصور حاجات معينة وهنتكلم عنه برضو مرة تالية إن شاء الله نعمله من الطمر الجاف اللي هو البلح اللي بيقول عليه الأبريمي صح؟ اللي بنجيبه في رمضان طي تعالوا نقول الأول هات شوكولت لو عندي لتر لبن يعني أربع كبايات هيعمل عليهم ثلاث معالق كبار من الككاوة الخام وثلاث معالق كبار من السكر البني ومعلقة من الفانيليا ومعلقتين من النشا هدوب فيهم ربع كباية لبن لوحدهم هزين بقى بأي حاجة موجودة عندي مارشمالو الولايات بيحبوا قوي لو عايزين تشوه كده على النار ماشي عايزين تحطوه كده وهم يكلوه يبقى لطيفة عليه رشة كاكاوة خام ماشي هاخد بقى الكسرول بسم الله الرحمن الرحيم وناخد دنيا أهلا يا دنيا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا الحمد لله يا حبيبتي أنا بحيث وحبت من زمان بحيث من زمان جدا جدا يا حبيبتي طريقة الأكل بتاع حضرتك جدا جدا يا حبيبتي ده شرف لي والله تسلمين يا رب مع حضرتك سمعاك وعايزك أهن الأهل على الفان حبيبتي وعايزك أهن الأهل على الفان فضال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آه أهلا وأهلا حبيبتي ما شاء الله ومبروك على الأهل الله يبارك فحضرتك تسلميلي تسلميلي مسعيدة بمكالمة حضرتك ومداخلاتك جدا تسلميلي حبيبتي أنا هاخد كله على البارد بصوا أدي السكر البني وهناخد النشع أنا هزود بس لبن شوية بعد ما هحط النشع أنا مش عايزي يبقى سيقيل قوي فأنا هحط كده عايزين له مشروب يعني مش عايزينه إيه يبقى فيه تقول وهناخد نقطة الفانيليا والكاكاو الكاكاو بقى الغامق ولا الفاتح عايزين إيه الويسكي التاني الفاتح أحسن في الحلويات ليه بقى عشان بيسهل الامتصاص بتاع بيكربونات الصود لما بنكون بنستخدمه في كيكس على عكس الغامق شوية ما بيتفعلش بشكل قوي طيب هنقلب كده تقريبة حلوة لحد ما الخليط ده يتجانس وأنا مخليه كده ربع كباية لابن بره بمعلاقة نشا لو حسيت إن القوام إيه خفيف ممكن نزوده خلاص هيبقى صحي ونقدر كمان أنا هزين دلوقتي الكبايات أو الكاسات بصاص الشوكولاتة ده اللي احنا عملناه بتاع الشوكولاتة القابلة لده هحطها بقى على النار هنقلب فيه ناس ممكن تحط مكان الكاكاو شوكولاتة خامة يعني حضرتك هتقطعي مثلا تقريبا أقل من 100 جرام شوكولاتة على اللتر أو 100 جرام شوكولاتة ممكن على اللتر شوكولاتة مجروشة ونحطها وهتدي برضو نفس الطعب خليني أخد الكاسات دي بسم الله ممكن نزينها كده بإيه من الصاص فبصوا بقى الصاص ده بينفع في حاجات كتير جدا والله نعم آه يعني نعمل أي حاجة معاك والله نحن عايزين نعمل لكم حاجات حلوة بس الولاد السطوم كمان بيحبوا الحاجات دي قوي وإحنا نقدر نحطها في الصاصيرة دي اللي هي زي بتاعة الكاتشاب والمستردو بيتبع منهم وحدات كده شفافة نفصل يعني آآ للا إيه آآ للا مثلا صوص شوكولاتة صوص فراولة صوص مش عارف إيه اللي انتو حابينه يعني هنقلب بقى تقليبة حلوة كده الهات شكلت ده عايز إيه عايز تسمعه فيروز مثلا ها؟ أو إيه فيروز هي لازم ويكون فيه جو أمطار كده وآآآ وتبقوا قاعدين في مكان هادي والإضاءة تكون مش عالية قوي تكون أباشرات كده شغلة وكل واحد قاعد كده في حاله هم حاجة يبقى في حاله عشان إيه أنا بتمنى أقولهمي أنا عايزة قاعد نصف ساعة فقط ما بتكلمش بس محدش يتكلم معي آآ علشان الواحد يشرب حتى المجل هو بيشرب ويحس إن هو عمل حاجة لمدة آآ ربع ساعة بس آآ فيه دوء ناخد أستاذ أحمد من الجيزة أهلاً وسهلاً وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فن أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك ما تتكلميش لازم تتكلمي طبعاً لا إحنا ما نقدرش إحنا هنقول إن شاء الله هنعمله إمتى غالباً ممكن يبقى الأسبوع اللي بعد الجاي طيب إن شاء الله يا فندم خلاص يا فن شرفتنا ونورتنا وتحياتي للمدام ربنا يبارك فيك يا فندم في حفظ الله هنقلب بقى بصوا بدأ يدخل في السخن آآ طبعاً القوان بتاع ما بيبقاش تقيل قوي يعني إن الشراء ويبقى فيه سماكة آآ لكن إيه ما يبقاش تقيل بتقل يعني وطبعاً على حسب كل واحد ما بيحبه فيه ناس بتحبوا تقيل ما فيش مشكلة أنا مش حط هنا الناشا كتير ممكن خلوني إيه أجرب هنا أحط مثلاً مع علاقة ناشا واحدة ندوبها آآ ماشي ممكن لحد ما يمسك معي مش عايزة أعطل حضراتكم أنا هستسمحكم نطلع استراحة أنا هفضل لدوب مش هزود أي حاجة لو هو مش محتاج هوري حضراتكم القوام وبعدين نصفوا مع بعض ونقدموا ونشوف هنعمل إيه بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر